اشتركوا في القناة وحضرتك سالم الله يخليكي سستر يعني أول إشي من حبة نعرف معاني العيد يعني طبعا يعني للأسف الأوقات بتختلف من وقت لوقت لوقت الناس بصيروا شوي بجوز أنشف على بعض فكتير مهم أنه نحن يعني نتذكر معنى العيد الحقيقي نعم الحلو اليوم أنه يعني أنا جيت على رؤية استقبلتني اليوم بيوم العيد بالذات فهاي يعني مناسبة كتير عزيزة على قلبي وعلى قلب أكيد الجميع اللي هني رح يسمعوا من سير أميليا صلايطة كلمة عن معاني العيد الروحية أتفضل بداية رح أتبنى بشرى الملاك للرعاء اللي كانوا يسهروا على رعيتهم فحضرهم ملاك الرب وقالهم أبشركم بفرح عظيم اليوم ولد لكم مخلص في مدينة داود وهو المسيح الرب نعم طبعا مخلص لأنه سيدنا يسوع المسيح هو إيجا لخلاص العالم حتى أنه يخلص البشرية والعالم من سلاسل الخطيئة من عبودية الخطيئة ومن الهلاك الأبدي اللي استوجبوا الإنسان بسبب خطايا فالله تعالى يعني حب أنه ابنه الوحيد أنه يبذل نفسه بهذا الوقت حتى أنه الخليئة اللي خلقها ما تكون تحت أبودية الشيطان أبودية إبليس فهذا هو سيدنا يسوع المخلص وهذا هو المسيح المنتظر وهذا هو منية الأكام الدهرية اللي الأنبياء قبل سيدنا يسوع المسيح بشروا فيه وتنبأوا عليه نعم هلا نحن سيدنا يسوع المسيح المخلص إيجا من السماء للأرض إيجا تيخلص البشرية في وفد من الملائكة من السماء بشرت الرعاة حتى أنه ييجوا وشوفوا هذا المخلص هذا المخلص هو اللي ساعد البشرية حتى أنه تفرح وتنسى كل ما عملته بالسابع يسوع سيدنا يسوع المسيح اتخذ ناسوته من سيدتنا مريم العذراء لذلك نحن بلوحة الميلاد الحلوة منشوف سيدنا يسوع المسيح الطفل منشوف سيدتنا مريم العذراء منشوف مار يوسف منشوف الرعاء اللي تبلغوا ببشارة سيدنا يسوع المسيح بميلاده العجائبي اللي الإنسان لا يدركه لا يمكن يدرك الإنسان هالسر سر التجسد الإلهي اللي تخطط لسيدنا يسوع المسيح من قبل الله تعالى سستر أميليا ممكن نحكي على الرموز هلأ نحن بعيد الميلاد دائما من زين شجرة لازم الشجرة تكون موضوية في سانتا كلوز مثلا موجود شو هدول الرموز لشو برمزوا من وين إجت أفكارهم يمكن الكل بتسأل شو معنا شجرة الميلاد ليش بتضووا شجرة الميلاد ليش في سانتا كلوز خيرنا نلجع لهالرموز من وين إجت ولا شو بترمز طيب كان أنا بدي أحكي شوي عن رسالة الميلاد تفضلي تفضلي لا فيه وقت تفضلي يسوع بميلاده بمغارة بيت اللحم بهالمذود الفقير الحقير اللي هو ملك السماء وهو الغنى بالذات يعني اتجسد وصار فقير وصار نزل بعالمنا تفضلي تقدر تشربي ماي فيه ماي اه تفضلي هاي نضيفة أهلا وسهلا فيك مرتيب هو الغني بالذات تفضلي هو الغني بالذات صار أفقر الفقرة عشان هيك بشرة الملائكة كانت أول إشي للرعاء البسطة الفقرة اللي أول ناس استقبلوا بشرة يسوع ورح يخبروا بالعالم إنه فيه مخلص ولد ميلاد سيدنا يسوع المسيح بعلمنا التواضع لأنه هو المخلص تواضع لأقل درجات التواضع بميلاده بمغارة بين الحيوانات سيدنا يسوع المسيح ميلاده الحقيقي هو قمة المحبة ميلاده الحقيقي هو إنه يعلمنا رسالة المحبة لأنه هو قمة المحبة وهو المحبة بذات يعني أعطانا هذا المثل بولادته بمغارة بيت لحم إنه نتعلم نحن التواضع نتعلم نحن المحبة ونحب الآخر الإنسان البسيط المهمش الضعيف المريض المتروك علمنا إنه نحن نشوف صورة يسوع فيه إنه نخدمه بصورة يسوع كلما فعلتم لهؤلاء الصغار فبي فعلتموه فأنا كمان يعني أحلى رسالة ممكن أقول إنه سيدنا يسوع المسيح أعطانا إياها بميلاده السماوي إنه اخترت إحدى الترانيم الميلادية اللي بتجسد محبة يسوع إلنا واللي بتعطينا الدرس الكبير اللي هو مثل برنامج لحياتنا وهو إذا كان ما فيه مانع أنا فضلي فضلي من إحدى ترانيم عيد الميلاد بتقول ليلة الميلاد يمح البغض ليلة الميلاد تصهر الأرض ليلة الميلاد تدفن الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب عندما نسقي عطشان ماء نكون بالميلاد يعني هذه الساعة منكون مصبوط معي دين صح عندما نكسع ريانا ثوب حب نكون في الميلاد عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد عندما نرمم الجفاء في القلوب نكون بالميلاد عندما تموت فينا روح الانتقام نكون في الميلاد عندما تذوب نفوسنا في كيان الله ونتحد بهذا المخلص اتحاد كبير نكون في الميلاد فهذا عيد الميلاد وهذه الترنيمة بتلخص المعاني الروحية لميلاد سيدنا يسوع المسيح اللي نحن لازم نستقبله بقلوبنا ونستقبل الآخر بصورته لأن الآخر هو على صورة سيدنا يسوع المسيح هو يعلمنا أنه نحن نحب الآخر نهتم بالآخر ونهتني بالآخر ونفتش على الضعيف وعلى المسكين وعلى اليتيم وعلى كل هؤلاء الناس اللي قاعدين عم يتألموا ندخلهم في قلبنا وفي حياتنا ونعطيهم الفرح الحقيقي لعيد سيدنا يسوع المسيح المخلص لأنه بالحقيقة يسوع هو الهدية نحن بدنا نهديهم تندخل الفرح يغمر قلبهم بس يسوع شخص سيدنا يسوع المخلص هو الهدية بالذات نعم هو العيد بالذات نعم سيدنا أميليا شكرا لإلك نحن للأسف وقتنا خلص شكرا كتير يعني وكل عام نتبع الفخير ممكن أنا أهمي سيدنا جلالة الملك طبعا تفضلي في هاي المناسبة السعيدة اللي فيها منذكر ميلاد سيدنا يسوع المسيح نحن منرفع لجلالة سيدنا وللأسرة الحاشمية ولأجهزتنا الأمنية للشعب الأردني بيكامله مسلمين ومسيحيين نهديهم أحر التهاني وأطيب الأماني بعيد الميلاد المجيد متمنين لجلالة سيدنا وللأردن بأكمله ولشعبنا الأردن وينما كان ولأهلنا الصامدين كمان في البلاد المقدسة نرفع لهم التهاني ونقولهم كل عام حضراتكم بألف وألف خير وأنا بشكر الرؤية على هذا اللقاء الحلو اللي أعطاني فرحة كبيرة غمر قلبي بالفرح لأنه بيوم ميلاد سيدنا يسوع المسيح بالذات فشكراً لكم وكل عام وحضرتكم بخير سستر أخت أميليا صلايطة يعني بصير واحد مش عارف شو بدي يحكي أدماء وجهك سموح وكله محبة وكتير حبيت إنه إحنا مندور على الضعفاء مندور على الناس اللي ما معهم نكسيهم خوب المحبة مش مقابل ما في الشيء بالمقابل بس لأنه إحنا إنسان ونشوف المسيح بقلب كل إنسان نقدر نجسده ونخدمه شكراً شكراً لأيل شكراً على هالرسالة الرائعة اللي صبحتين فيها شكراً شكراً إليك سستير أميليا صلايطة أهلا وشاهد شكراً لسى